هنكمل بقى دلوقتي وجهة دور على الفيتامين الشهير جدا وهو فيتامين سي فيتامين سي من أقوى محفزات جهاز المناعة طبعا ما فيش شك في الكلام غير كده هو كمان له وظائف تانية مهمة جدا زي مثلا تصنيع مادة الكولاجين ومادة الكولاجين دي هي اللي بتدي لجسمنا الشكل اللي احنا فيه ده يعني نقص الكولاجين يخلي الجلد كده فقير ومترهل وضعيف وهكذا فيتامين سي كمان مسؤول عن إعادة نمو الأنسجة وإنتاج إنزيمات النواقل العصبية فيه ناس فاكرة ان فيتامين سي ده بتاع المناعة بس لا ده لو علاقة بالنواقل العصبية زي ما سمعت وهو ولو علاقة بخفض الكولوستيرول وللأسف أنا بقول لأسف يعني الجسم دايما بيحتاج للفيتامين سي لأنه الجسم ما بيحتفظش بيه كمخزون عشان كده لازم نمد جسمنا دايما بفيتامين سي